اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحد ثلاثة القمر موجود في منزلة السماك الاعزال الان موعد بث الحلقة ورح يستمر فيها لغاية الساعة تقريبا سبعة وستعشر دقيقة مساء من مساء هذه الليلة اللي هي موعد بث الحلقة اللي هي ثمانية وعشرين اثنين بتوقيت جرينتش يعني تسعة وربع بتوقيت الاردن منزلة السماك الاعزال هي للصلح والدواء برضو بتمفع لامور الها علاقة بالضرر والتصليح وبيمكث فيها حتى تمام الساعة سبعة وستعشر دقيقة مساء من مساء اليوم الأحد ثمانية وعشرين لا ينتقل بعدها لا منزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنعة وبرضو للتفريق والمشاكل والنفي طبعا احنا الآن في فترة خلو مسار خلو المسار للقمر سلبي بيبدأ في تمام الساعة ثلاثة أو بدأ هو في تمام الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش رح يستمر لغاية الساعة خمسة وستعشر دقيقة من موعد بث الحلقة مساء بتوقيت جرينتش يعني سبعة وربع بتوقيت الأردن وهذا يعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا زي ما حكينا القمر رح ينتقل للميزان فالساعة خمسة وستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش القمر بيستقر في الميزان وهذا يعني أنه الفترة هاي هي على جميع الأبراج هي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لسا ما استقرت بعد يعني في بدايتها كغيرة شك أشياء من هذا النوع في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وععادة تزيين للبيت أو المكتب واقتناح حاجية جميلة طبعا زي ما حكينا اليوم بما أن القمر في الميزان فعندنا ثلاث زوايا راح تتشكل الزوايا هاي إيجابية كلها الثلاثة والثلاثة زوايا تتليث طبعا أول زاوية راح تكون زاوية تتليث إيجابية بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة تسعة وسبعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تتليث إيجابية راح تكون بين القمر وعطارد وهي راح تكون في تمام الساعة سبعة وسبعة وعشرين دقيقة مساءا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تتليث برضو إيجابية راح تكون بين القمر والمشتري وهي راح تكون في تمام الساعة عشرة مساءا بتوقيت جرينيتش نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا القمر بما أنه موجود في الميزان فخلو المسار القادم راح يكون يوم الثلاثاء اثنين الثلاثة اثنين أذار بيبدأ في تمام الساعة ثنتين وتسع دقائق عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لينتقل بعدها القمر لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المحدب ثمنتعشر يوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش بيصبح تسعة عشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة مزاجها سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في العذراء وبدو ينتقل الميزان أغلب الوقت هو في الميزان لغاية يوم اثنين ثلاثة مزاجه سعيد بنسبة مية في المية أو سعيد جدا عطارد في الدلو حتى يوم خمسة عشر ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين اثنين سعيد بنسبة صفر في المية المريخ في الثور حتى يوم 4-3 سعيد بنسبة 15% بدأت تأثير الانتقال عشان هيك تحتد الأمور عالميا أو دوليا ممكن يصير بعض الحرائق الانفجارات في الأماكن المحتدة ممكن تطلع التهديدات بشكل كبير أغلب الحوادث تصير إلى علاقة بالنيران أو التفجيرات خلال فترة الانتقال هي قبله بخمس أيام وبعد الانتقال بثلاث أيام عشان هيك متوقع الفترة هاي يعني تزيد حدية الحوادث بالفترة اللي احنا فيها فعشان هيك بحب أذكر لهذا الموضوع أما بالنسبة المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 مزاجه منتحس بالنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أنه القمر موجود مقابلك تماما فهاي الفترة يعني جيدة على مستوى أمورها علاقة بالشراكة ولكن المشكلة أن الطاقة بتصير ضعيفة أهم شيء أنه بالفترة هاي ما تجهدوا حالكم كثير وبرضو بتكونوا تنتبهوا لصحتكم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال فممكن اليوم تحصلوا على بعض المكاسب أو الأرباح ولكن بتزيد المصاريف بشكل مفاجئ عندكم أو بصير بعض القلق أو الحسابات المالية أهم شيء أنه ما تبالغوا بمصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتمقلات والامتحانات إل ممكن اليوم برضو يكون لكم تعامل مع أخ أو جار الأجواء إيجابية فحاولوا تستغلوها أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على البيت بشكل سلبي فممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر أو القلق أو اجتماع أو بعض الأعطال المنزلية أو المشتريات اللي بتهتم فيها وممكن تكون صحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة جدا والفترة هاي مناسبة لتعزير علاقة عاطفية أو أنه تحاول أنك تتقرب من الحبيب أو من أحد الأبناء ممكن برضو هاي الفترة تكون جيدة للعمال الفكرية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة في العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل أو خلاف أو نقاش أو حوار بينك وبين أحد زملائك بالعمل برضو في نفس الفترة هاي بصير في نوع من أنواع القلق على الوضع الصحي أو الترابات الصحية بدك تتراقب حالك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع طبعا القمر هنا ما بشير لتفاهم أو غدوء أو ود ممكن تتعقد الأمور وتتراب بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر القطيعة والدعاوة القانونية خصمك في هاي الفترة بكون قوي والعرقيل ممكن تستفزك أهم شيء أنه هي الفترة هاي جيدة لتعزيز العلاقات خصوصا مع الشريك الشريك بمعنى الزوج أو الزوجة أو شريك العمل بالمال أو أنت مشاركه بمشروع معين أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة تقريبا في عندك بعض المصاريف أو الدفعات أو الاهتمامات المالية اللي إلها علاقة إما بمصاريف استشفائية أو مصاريف إلها علاقة بدفعات أو فوتير أو التزامات أو ترتيب وضع مالي معين في منك ورح يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأعمال أو بالشراكات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة التواصل مع أجانب أو مع أشخاص خارج البلاد أو الدراسة الجامعية أو الدورات أو لغة جديدة أو ثقافة أو نقاشات أو حوارات كلها هاي الأجواء إيجابية ودعمة لإلك اليوم تثبت جدارتك أو قدراتك في هذا المجال بالنسبة للبيت العاشر طبعا الأجواء هنا شوي ضاغطة على مستوى بيت السمعة رغم أن الأجواء ما بتخوف ولكن ممكن هي الفترة هي تكون جيدة لتقديم طلبات العمل أو التواصل مع مسؤولين أو تعزيز علاقتك مع أحد المسؤولين وخصوصا رؤساءك أو زملاءك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء اليوم جيدة على مستوى العلاقات الاجتماعية ممكن تنشط باتصالات أو حوارات أو تتلقى اتصالات أنت بدورك من بعض الأصدقاء أو دعم من أحد الأصدقاء لإلك يعني الأجواء إيجابية ودعمي لإلك على المستوى الاجتماعي وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا برضو بتحمل نوع من أنواع الإيجابية بتساعدك في كثير من الأشياء ممكن اليوم تهتم بصحتك أو بصحة أحد الأحبة أو تهتم ببعض المسائل الاستشفائية أو الإدارية أو أمور لها علاقة بالعمل أهمش أنك ما تجهد حالك راقب غذائك وراقب صحتك بشكل جيد برج الثور طبعا القمر الآن تحرك وصار في البيت السادس عشان هي كم نقول لك حاول اليوم أنك تنتبه لصحتك بشكل أكبر وحاول أنك تنجز أعمالك وما تخلي أعمالك تتراكم عندك يعني بمعنى آخر بدك تهتم على مستوى العمل والصحة وحاول أنك ما تهمل الأمور اللي بتتعلق باتصالاتك أو حواراتك برضو حاول أنك ما تكون عصبي بدك تضبط عصابك ما تتسرع وما تناقش بحدية أما بالنسبة للبيت الثاني لأجواء جيدة بتفتح لك مجالات جيدة لها علاقة بالأموال فممكن تحصل على بعض المكاسب أو من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو أموال إلك بتحاول أنك تحصلها اليوم الأجواء إيجابية وممكن برضو يكون عندك بعض المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا زي ما حقينا ضاغطة فعشان هيك بدك تكون واضح بكلامك ما تكون حاد الطباع ما تحاول تستفز الأشخاص اللي حواليك حاول أنك تتعامل بلين وبيهدوء برضو انتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك من بعض الإصابات الأجواء برضو شوي هيك بتقول لك انتبه أثناء تعاملك مع أحد الإخوي أو أحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة وبرضو ممكن تهتم ببعض الشؤون المنزلية زي ترتيبات تصليحات أو اهتمامات بشؤون أحد أفراد البيت أو ممكن اجتماع عائلة أو مسألة عائلية بتنشط فيها بشكل كبير بالنسبة للبيت الخامس طبعا الأجواء على المستوى العاطفي بيحمل بعض المشاحنات أو سوء تفاهم أو ممكن تعصب أو تحتد أو تفهم المسألة بشكل غلط حاول أنك تبعد عن الشك وتبعد عن الغيرة بالفترة هاي وبرضو ما تحاول فرض السلطة على الأحبة أو على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس طبعا اليوم بيتراكم العمل عندكم لكنكم ممكن تجدوا تعاون من زميل أو أحد الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقدكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذر من المشاكل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتفتح نوع من أنواع سوء التفاهم أو الخلاف أو النقاش أو الحدية بالطبع أثناء التعامل مع الشركاء اللي هم شركاء المال أو شركاء العاطفة يعني الأزواج أو خطيب أو يعني اللي فيه صار رابط ما بينكم بالأمور العاطفية وبرضو الرابط في الأمور الشراكية المالية فهذا لا بتكن تنتبهوا أثناء تحاوركم معهم عشان ما يزيد الخلاف أو ما يصير خلاف ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة الأجواء جيدة لتحصيل بعض الأموال أو الاهتمام ببعض الدفعات أو ترتيب وضع مالي معين الأهم أن الفترة هاي برضو بتحمل إليك بعض المصاريف ممكن يكون منها استشفائي أو علاجي أو سداد بعض الديون اللي إليك أو قروض بالنسبة للبيت التاسع طبعا الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالسفر ممكن سوء تفاهم ما بينك وبين شخص مقيم خارج البلاد أو صعوبة جدها في امتحان مفاجئ أو مقابلة مفاجئة الأجواء إجمالا الحظ بدعم موليد العشرية الثالثة اللي ممكن أنهم يحلوا بعض المسائل أو يجدوا بعض الحلول لهذه المسائل بشكل إيجابي أهم إشي أنه أنتوا ما تغامروا بالحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء على مستوى بيت السمعة الجيدة اليوم مناسب لتقديم طلبات العمل والتوظيف وتعزيز العلاقة ما بينكم وبين زملائكم أو رؤسائكم بالعمل برضو الأجواء بتحمل على أشياء إيجابية إلها علاقة بواسطة أو معرفة يحاول يساعدكم في مسألة معينة أو تواصل مع أشخاص دون منصب أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا ضاغطة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن يصير في سوء تفاهم أو حدية بالطباع أو تستاء من تصرف أحد الأصدقاء أو يصير مواجهة ما بينك وبين صديق بسبب مسألة ما وبرضو بالمقابل ممكن يكون اليوم في لقاء أو دعوي لحضور حفلة أو مناسبة وتساعد بلقاء أصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالأجواء جيدة بتدعمك على المستوى الصحي والنفسي وبرضو الأجواء جيدة ممكن أنها تساعدك في حل بعض المسائل خلال هذا اليوم لها علاقة بالعمل بالصحة لها علاقة ببعض الأعمال المتراكمة أو الأمور القديمة أو حتى بالأمور الروحانية أو الغيبية ممكن تهتم فيها بشكل كبير برج الجوزة طبعا اليوم الأجواء جيدة ودعملة لك بقوة خصوصا القمر صار في بيتك الخامس وهذا مكان قوي بالنسبة لك فعشان هيك اليوم على المستوى النفسي أنت جيد جدا مشحون بطاقة إيجابية بشكل كبير وبرضو عندك رغبة لكثير من التحركات اللي رح تكون لصالحك بالنسبة للبيت الثاني طبعا على المستوى المالي الأجواء شوي ضاغطة فهي بتسبب عبئ مالي أو مصاريف زيادة أو دفعات أو قلق من وضع مالي معين أهم إش أنك ما تبالغ أنت بمصاريفك ممكن تشتكي من ضيق الحال أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على مستوى الاتصالات والحورات الأجواء جيدة ودعمتك بقوة اليوم ممكن تنشط بتنقلاتك باتصالاتك بحواراتك بالإقناع الأجواء إيجابية ودعملة لك بقوة إذا كان عندك امتحان أو عندك مقابلة الأجواء جيدة وبرضو في نفس اللحظة حاول ترتب أمورك بشكل جيد يعني حتى على مستوى اتصالاتك إذا كان عندك اليوم ترويج أو مرحلة لترويج لسلعة معينة الأجواء جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا الأجواء هنا بتركز على مسألة لها علاقة بالبيت ممكن اليوم تهمل مسألة لها علاقة بالبيت أو يصير ظرف أو شيء إلى علاقة في البيت فيسبب لك نوع من أنواع الإحراج أو البلبلة أو تستاء من تصرف أحد أفراد العائلة ممكن تظهر بعض الأعطال أو الأعباء أو الأعمال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش أنك تلطف الأجواء وأعدل علاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل اليوم مسائل عالقة أو كانت مستحيلة هاي الفترة إيجابية فحاول أنك تستغلها أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتضغطك بشكل سلبي على مستوى لها يعني بتتعلق بالعمل أو خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الزملاء أو ممكن يتراكم عندك العمل بشكل سلبي فما تقدر تنجز كل شيء حاول أنك ترتب أولوياتك لترتب أعمالك لأنه برضو تراكم الأعمال هاد رح يسبب لك إرهاق وبرضو بدك تراعي وضعك الصحي ممكن وتحمل قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية والشراكة وأنا بتعني اللي هم الأزواج أو المرتبطين مع بعض في أمور إلها علاقة بالزواج فطبعا اليوم ممكن يعني يصير فيه مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو ممكن تهتم بمسألة تتعلق بالزوج أهم شيء بدون خلافات وبدون نقاشات حادة ممكن اليوم يتكشف لك مسألة يعني يثير استغرابك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالمال فممكن اليوم تهتم بدفعات أو التزامات أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية زي فواتير أو قروض أو حتى التزامات مالية ممكن يكون بعضها استشفائي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة جدا على مستوى السفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بأشخاص مثلا أجانب عنك أو امتحانات جامعية الأجواء جيدة ودعملة إلك بقوة أهم شيء أنك تستثمرها وتحاول أنك تستغلها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالسمعة فمن قل لك دير بالك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك حاول ما تدخل بأشياء سلبية بالفترة هاي قدر الإمكان وما تخالف القوانين الفترة هاي تضغطك على مستوى العمل وعلاقتك مع المسؤولين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية اليوم ممكن تنشط ببعض المسائل الاجتماعية أو تواصل ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو بعض الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بمساعدة صديق أو اتصال صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتسبب بعض الضغط فعشان هيك يحاول أنك ما تهم الأعمالك حاول ما تخلي أعمالك تتراكم عندك بشكل سلبي برضو إنجز كل المطلوب منك بالكامل ويهتم ببعض الشؤون الصحية اللي ممكن تكون إلك أو لأحد الأحبة برج السرطان طبعا القمر اليوم في مكانه بسبب نوع من أنواع الإرباك إلك لأنه هو بعمل زاوية تربيع مع بيتك فعشان هيك تشعر ببعض القلق أو الملل أو ممكن تتهرب من بعض المسؤوليات اليوم أو تشتكي من ضغط معين إلى علاقة بالمسؤوليات حاول قدر الإمكان أنك تنجز أعمالك بشكل جيد وما تهمل وخصوصا الأمور البيتية والعائلية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تحمل إيجابية على المستوى المالي فممكن اليوم تحقق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو بتيجي على شكل دعم في منك وممكن يحصل على هدية أو جائزة أو مكافأة أهم إشي إنك تستثمرها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء اليوم بتخلي مزاجك شوي في نوع من أنواع العصبية أو الحدية حاول تضبط عصابك ما في داعي للإنفعال أو التهور وبرضو انت بهتنا قيادتك للسيارة وبتحمل بعض الأعطال اللي لها علاقة إما بالسيارة أو بأجهزة إلكترونية أهم شيء إنك إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر ولا الاستثمار أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اليوم تحمل سوء تفاهم أو نقاش أو حوار أو تبصير من طرف الأحبة فحاول قدر الإمكان اليوم تضبط عصابك حتى أثناء تعاملك مع الأحبة حاول أنه اليوم تهتم بمسائلك بدون عصبية أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء بتركز عن المسائل إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة فحاول قدر الإمكان أنك تستغلها الفترة هاي جيدة لإتمال عمل أو إتمام عمل أو مناقشة عمل وممكن يبادر أحد الزملاء بمساعدتك في مسألة ما وممكن الفترة هاي يعني تهتم ببعض الشؤون الصحية إلك أو لأحد الأحبة بالنسبة للبيت السابع الأجواء هنا بتحمل نوع من أنواع يعني الاهتمام أو الاهتمام يعني الاهتمام اللي بيجي بشكل ضعف الشريك يعني بمعنى آخر الزوج أو الزوجة ممكن يكون بيعاني من شيء فتهتم فيه أكثر أو ممكن فيه ضرف عند الشريك بيطلب الاهتمام أو أقارب الشريك يعني الاهتمام رح يكون على المسألة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة اليوم اللي بدو يحصل قرض أو دفعة أو أمور إلها علاقة في بنوك أو ضرائب أو تأمينات الأجواء جيدة حتى ترتيب الجداول المالية أو الدفعات الفترة هاي برضو ممتازة بالنسبة للبيت التاسع طبعا الأجواء هنا بتسبب نوع من أنواع الضغط ولكن مش الضغط الهائل ممكن تنزعج من خبر بيجيك من خارج البلاد أو ممكن تعصب بسبب مسألة أو تعطيل مسألة إلها علاقة بالسفر أو وعود أو امتحان مفاجئ إذا كان عندك امتحان أو مقابلة اليوم بدك تدرس وتستعد وما تعتمد على الحضوض بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة اليوم ممكن تعزز علاقتك ما بينك وبين المسؤولين أو رؤسائك بالعمل وبرضو ممكن أنك تهتم بمسائل لها علاقة بتقديم طلبات التوظيف أو العمل أو نجاز بعض الأعمال ممكن تسمع إطراء على إنجازاتك أما بالنسبة لبيتك 11 ممكن يجيك اتصال من أحد الأصدقاء يزعجك أو موضوع معين بشكل مفاجئ أو يتسرب لك خبر هيك يسبب لك نوع من أنواع لإرباك ممكن يكون لك اهتمام بأحد الأصدقاء أو يبادر أحد الأصدقاء بمساعدتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا من قلك ضاغطة شوي ولكن أنه هي بتحمل القلق على صحة أحد الأحبة أو تراكم بعض الأعمال فعشان هيك يحاول أنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم ما ترهق حالك انتبه لغذاءك وراحتك وبرضو في نفس اللحظة ما في داعي للمجازفات مرج الأسد طبعا يبدل ما ندخل على برج الأسد في صديقة موجودة على القناة قالت إذا ما حكيت اليوم عن الأسد فهي بدت صار تحطي فأنا عشان خفت أنه أنا أسد والأسد معروف عشان هي بتعرف أنه الأسد معروف أنه بخاف فراح أحكي لك عن الأسد أول شيء بالمختصر برج الأسد عادة من بعد 22-12 لغاية 22-3 هاي أسوأ فترة بتمر عليه كل سنة لهي فترة الشتة تحديدا ليش؟ يعني القمر الشمس بيصير مقابله تماما والسنة هاي كل الكواكب اتجمعت مقابله مع ذا المريخ يعني عطارد بلوتو زحل المشتري الزهرة الشمس نبتون كلها هاي تعتبر في البيوت المقابلة اللي هو البيت السادس بيت الصحة والعمل البيت السابع بيت الشراكي والمشاكل الزوجية والتعطيلات على أمور الزواج والبيت الثامن بيت الأموال المشتركة وبيت القروض والديور بما أنه الثلاثة هدولا شغلا فتأثيراتها رح تكون صعبة جدا على الأسد بالمقابل كمان أنه في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة وكان أورانوس والمريخ فكيف الخلطة هاي يعني خلطة الله يكون بعون الأسد بدناش نكمل أكثر من هيك بلا فضايع بكفينا اللي احنا فينا يعني بالنسبة للبيت الأول اليوم طبعا اليوم جيد لأنه القمر ما كانه ممتاز جدا للأسد فعشان هيك تعتبر من الأيام المميزة بالنشاط والحركة وسرعة الذكاء أو الدهاء أو ردات الفعل كلها بتكون ممتازة جدا الأهم إنه هو ما يعصب بس يعني إذا فقد السيطرة وعصب عناته هون المشكلة وفي نفس اللحظة بده يهتم بأشياء إلا علاقة بتعزيز الطاقة النفسية وتقلب المزاج برضو بديحطه على الجنب بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء هنا بتركز على المسائل المالية في فرص ولكن الفرص قليلة جدا على يعني عن نسبة بسيطة جدا من موليد برج الأسد اللي خلال اليومين هدولة ممكن يحصلوا مكاسب مالية أو هدايا الأغلب هي رح تيجي نوع من أنواع المساعدات إذا ما نوجدت معناته ما في أي شيء له علاقة بالأموال إلا من عمل إضافي ولكن النفقات الزيادة يعني فيه مصريف فيه فواتير فيه دفعات بالنسبة للبيت الثالث طبعا القمر موجود فيه فتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات موسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حق الإختصاصات يعني حسب أنت شو بتشتغل بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أو مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك وبرضو في نفس اللحظة ما تكون فض في التعاطي يعني ماشي بصراحتك ووضوحك ولكن بدون عصبية ومشاكل بالنسبة للبيت الرابع طبعا الأجواء بتركز على البيت فيه إشي العلاقة بمشكلة بيتية أو عائلية أو إشي بلفت انتباه الأسد بالفترة هاي فممكن يكون خلاف صحة أحد الأحبة أعطال منزلية مشكلة عائلية أشياء من هذا القبير رح يهتم فيها بشكل كبير أهم إشي إنه ما يبعد عن الواجبات العائلية بالنسبة للبيت الخامس طبعا هنا بتركز المسائل على أشياء لها علاقة بالحبيب أو بالأمور العاطفية الأجواء جيدة فممكن تعزز علاقاتك العاطفية بشكل جيد وتوطد العلاقة ما بينك وبين الأحبة أو بينك وبين أحد الوالدين أو أحد الأبناء برضو على المستوى الفكري النشاطات جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء طبعا بلوته بعزز العشرية الثالثة من الأسد بشكل قوي على مستوى عمل أو مرابح من العمل أو ترقيات أو ترفيعات العشرية الأولى والثانية بدهم يهتموا بإنجاز أعمالهم وبرضو بدهم يراقبوا الوضع الصحي عندهم بشكل جيد ما يهملوا صحتهم بالنسبة للبيت السابع الأجواء اليوم جيدة على مستوى الشراكة وإنجاز أعمال بشكل مشترك مش بشكل فردي وبرضو لتوطيد العلاقة أو تحسين العلاقة ما بين الأزواج خصوصا موليد العشرية الأولى موليد العشرية الثانية هدولا هم أكثر المستفيدين وممكن برضو يكون فيه اهتمام بأقارب الشريك أما بالنسبة للعشرية الثالثة فهدولا بدهم ينتبهوا على طاقتهم يبعدوا عن المشاحنات والمناقشات وبرضو ما في داعي للعداء أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتحكي عن الزهرة بشكل زاوية تربيع مع المريخ فعشان هيك العلاقات العاطفية ممكن يكون فيها نوع من أنواع الحدية أو نوع من أنواع العصبية فقابلية لأنها علاقة عاطفية أو شك أو غيري أو خياني بالنسبة للشمس ونبتون وبما أنهم في البيت الثامن فهنا مواضيع لها علاقة بالصحة ومواضيع لها علاقة بالأموال المشتركة ومطالبات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا الأجواء بتركز على مسائل لها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد جيد للسفر أو المراسلات والاهتمام بمسائل لها علاقة بالاستراد والتصدير والمناقشات بأنواعها حتى اللي عنده امتحانات جامعية الفترة هاي ممتازة أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالسمعة فمنقول لك دير بالك ما تجازف ما تغامر ما تخوض أي أمور ممكن تشوه سمعتك بالفترة هاي ما في داعي للمجازفات على أنواعها في لحظات ممكن تتهور أو تكون جريء الزيادة عن اللزوم وممكن يكون في مفاجآت لها علاقة بالعمل أو لها علاقة بزملائك بالعمل انتبه لبعض الأشخاص اللي ممكن يكيدوا لك أو يتآمروا عليك بالخفاء أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى العلاقات الاجتماعية فممكن يتوجه لك دعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أهم شيء أنك أنت تضبط أعصابك ما في داعي للانتقادات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتركز على الصحة وعلى العمل بتقول لك دير بالك على غذائك على راحتك حاول ما تتعب حالك كثير التزم بأدويتك وفي نفس اللحظة بدك تنتبه على أعمالك ما تخليها تتراكم عليك برج العذرة طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم أحسن من الأيام الماضية ولكن بدك تدير بالك برضو شوي مش بشكل هذا أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ابعد عن الوسواس وابعد عن الأوهام بالفترة هاي حاول أنك أنت تركز بشكل جيد لأي شيء بصب بمصلحتك أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا بنحكي لك ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهمش أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا الأجواء بتكون ضاغطة شوي بدك طاقة يعني لازم تشحن حالك بطاقة إيجابية اليوم قدر الإمكان لأنه شوي ما عندك جلد للحركة أو للنقاش للحوار ممكن تعصب ممكن تنتقد ممكن اليوم تثير استفزاز أي واحد لأنه شوي أنت اليوم مزاجك مشري فعشان هيك يحاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية ما توجه انتقادات أو كلام لاذع أو جارح احذر أثناء تنقلاتك بالسيارة على طرق المفتوحة برضو في نفس اللحظة بدك تحاول أنك يعني تنتبه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء هنا بتركز على مسائل إلهاب على البيت والعقارات ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال لإلها علاقة بهذا المجال بيتك عقاراتك مشتريات ترتيب تحسين وضع عائلي اهتمام بشؤون عائلية الأجواء إيجابية وتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالحبيب ممكن شوي يكون فيه علامات استفهام وخصوصا عند موليد العشرية الأولى والثانية مواضيع تستفزك مواضيع شوي تثير حفيظتك تخليك تتقلب مزاجك عشان هيك بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان مع تعامل مع الأحبة وحاول أنك ما تثير أي مشاكل أو إهمال للحبيب بالنسبة لموليد العشرية الثالثة الأجواء جيدة وتدعمكم بقوة والحظ ممكن اليوم يدعمكم بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل اليوم ممكن تنجز ملف أو عمل معين أو يعني تتمم أمور إلها علاقة بالأعمال بشكل جيد ممكن يبادر أحد الزملاء أو يعني بمساعدتك أو ممكن تنجز أنت أعمال كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية وبرضو في عندك نوع من أنواع الاهتمام بمسائل إلى علاقة بالصحة أو إلها علاقة بالأمور الصحية بالنسبة للبيت السابع الأجواء هنا تعطيك اهتمام بمسائل الشراكة أو بالشريك ولكن بالمقابلة بتسحب من طاقتك فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أنه يعني بدون مشاحنات بدون استفزازات بدون فتح مواضيع قديمة على أساس أنه يعني ما تفقد السيطرة على حالك يعني شوي بدك تهتم بأمور الشريك في الفترة هاي بالنسبة للبيت الثامن الأجواء بتركز على الأموال المشتركة ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بسجل أو بعقد أو بأوراق قانونية أو معاملات أو إيشي إلو علاقة بالأموال المشتركة زي قرض أو أمور بنكية الأجواء إيجابية ودعملة إلك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالاتصالات البعيدة والسفر والتنقلات ممكن تجهد أو تتنقل أو يتعطل السفر أو مسائل إلها علاقة بأخبار بتجيك من خارج البلاد اللي عنده قضية قضائية أو أوراق أو معاملات إيه حاول أنه يكون جاهز أنه ممكن تصير مفاجآات مش إيجابية تسبب لك نوع من أنواع لإرباك فعشان هيك بدك تكون مستعد لكل هاي الأمور اللي عنده سفر بده ينتبه أثناء قيادته للسيارة خصوصا على الطرق المفتوحة وبرضو اتفقدوا أمتعدكم بشكل جيد اللي عنده امتحان جامعي أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن أنك تعزز نقاط قوة إلها علاقة بعملك إلها علاقة بأشياء بتحكي عن سمعتك بتحكي عن اتصالاتك تعاملاتك كلها الأجواء إيجابية حتى فرصة جيدة لعمل جديد أو توطيد علاقتك في مكان عملك ومع مسؤولين أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية فعشان هيك اليوم الأجواء مش هالمناسبة الكثير أو ما بتمشي الأمور مثل ما بدك فممكن يصير فيه خلافات أو نقاشات أو حوارات أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصحاب أو في أثناء دعوة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى الصحي والنفسي وفي نفس اللحظة ممكن تخليك تنجز بعض الأعمال لكن لا تهمل أدويتك وعلاجاتك وممكن تقلق بصحة أحد الأحبك برج الميزان طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم شعبيتكم بتكون بتصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي مازال فيها بعض الإرباك ممكن قلق من وضع بالي أو مطالبات أو ترتيب دفعات أو ممكن أنه تفقد بعض مقتنياتك فعشان هيك انتبه من بعض النصابين أو المحتالين على أساس أنه أنت ما تخسر فلوسك أو ما يتم التحايل عليك أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة بتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات سرعة البديهة عندك عالية وقدرتك على الإقناع برضو عالية عندك برضو اليوم إذا كان عندك رغبة بالتسويق أو بالتنقلات جيدة الاهتمامات بالسيارة أو بالأجهزة الإلكترونية برضو ممتازة جدا لأيلك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت حاول أنك ما تهم الوضع عائلي أو مسألة عائلية شوي الأجواء مربكة بتسبب لك نوع من أنواع القلق ممكن تظهر مسألة علاجية أو استشفائية أو بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية شوي تتطلب منك الحضور أو تتطلب منك الاهتمام أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة جدا اليوم على مستوى الحضوض ومستوى العاطفة فاليوم في قابلية لتعزيز العلاقة العاطفية أو التقارب ما بينك وبين الأحبة أو ممكن حل بعض مسائل عاطفية قديمة عالقة أو ممكن تهتم بمسألة تتعلق بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على مسائل لإلها علاقة بالعمل ممكن تهتم بمسألة لإلها علاقة بالعمل الحض ممكن يساعدك ولكن برضو ما تبالغ بحضوضك كثير ممكن يبادر أحد الأصدقاء بمساعدتك في مسألة ما أو إنجاز بعض الأعمال عنك ولكن برضو ممكن صحتك أو صحة أحد الأحبة تكون بحاجة للرعاية أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة بتعزز من شراكتكم والأعمال المشتركة وبتعمل تقارب أو مصالحة أو ممكن تراجع عن قرار سابق بتعلق فيك وفي الشريك فعشان هيك بدك تهتم بهاي المسائل بشكل جيد بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة في بعض الالتباس ممكن يصير على ورقة أو معاملة أو على قيمة نقدية أو إعادة حساب من أول وجديد لبعض الأمور الأجواء ممكن تضغطك بشكل سلبي حاول أنك ما تتهور وما تدرس أي ورقة أو معاملة بشكل جيد على أساس أنه ما تتراكم الأمور عليك أو صار فيه أخطاء في المعاملات بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وممكن تدعمك على مستوى السفر والاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو امتحانات أو أوراق قانونية أو معاملات الأجواء جيدة برضو وبتدعمك بقوة بشكل واضح وممكن اللي عنده امتحان أو مقابلة يأدي بشكل جيد بالنسبة للبيت العاشر الأجواء على مستوى بيت السمعة بتقول لك حاول أنك ما تغامر بسمعتك ما تجازف ما تغامر ما تشوه السمعتك ما تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة وفي نفس اللحظة خلي علاقتك بمسؤولينك جيدة بالنسبة لبيتك 11 على المستوى الاجتماعي الأجواء جيدة اليوم ممكن تنشط بالمسائل الاجتماعية كاتصالات وحوارات لقاءات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ممكن تسعد اليوم بلقاء بعض الأصدقاء بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فنقول أن الأجواء خلصنا من الضغط شوي الأجواء بلشت تتحسن بشكل إيجابي ولكن ممكن تقلق بشأن صحة أحد الأحبة أو يكون لك مراجعات طبية أو تهتم ببعض الأدوية أو بصحة أحد أو مشكلة بتتعلق بأقارب الشريك برج العقرب طبعا الأجواء هنا بتركز على أن الطاقة عندك ضعيفة جدا بما أن القمر صار موجود في بيت المتاعب رغم أنه هو سعيد بوجوده في بيت المتاعب فممكن يخفف هذا من الضغط عليك إلا أنه أنت بتشعر أنه كل إشي معاكسك كل إشي ضد رغبتك كثير من الأمور بتتعطل بشكل مفاجئ كأنه كل شيء بتآمر عليك فعشان هيك هي بسبب تواجد القمر في بيت المتاعب بضغطك بشكل سلبي حاول قدر الإمكان أنك أنت تهتم بشؤونك أو ترتب أمورك بشكل جيد اليوم رح تتركز الرؤية عندك لأمور إلى علاقة بالبيت والعائلة بشكل واضح تماما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالأمور المالية فحاول أنك تقلل من مصاريفك فحاول أنك ما تجازف بالأمور المالية ممكن تهتم ببعض الحسابات أو تزديد بعض الديون أو الأمور المالية أو تهتم ببعض الأعمال اللي ممكن شوي تراكمت عليك اللي برضو إلها علاقة بالمال أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم مزاجك متعكر ممكن تتفوه ببعض الكلمات تجرح أشخاص فحاول تكون واضح بكلامك لا تدخل في شؤون غيرك وما توجه انتقادات مهما كانت الظروف بدك تضبط لسانك انتبه أثناء الحركة أو أثناء قيادتك للسيارة حاول ما تجازف وما تغامر بالفترة هاي برضو ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالبيت والعائلة ممكن اليوم تظهر بعض الاهتمامات العائلية أو تهتم بأحد أفراد العائلة أو مسائل إلها علاقة في البيت ممكن مشتريات أعطال زيارات واجبات اجتماعية كلها هاي ممكن تهتم فيها في منها رح يكون إيجابي ومنها رح يكون سلبي وبيجي بشكل مفاجئ عشان هيك بدك تنتبه وتركز على البيت وأفراد العائلة وأحداث المنزلية بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا برضو في تقلبات الأجواء فيها إيجابية ولكن موليد العشرية الأولى تحديدا بدهم ينتبهوا من أي حوار أو جدال أو خلاف مفاجئ ممكن يصير بينهم وبين أحد الأحبة وممكن تصير قطيعة بشكل مفاجئ وخصوصا اللي بيكونوا علاقتهم لسه ببدايتها بدكوا تحذروا من هاي النقاط موليد العشرية الثاني والثالثة الأجواء أخف أهم شيء أنهم ما يخوضوا بأي خلافات أو نقاشات أو اتهامات مع الأحبة على أساس أنه ما تصير مشاكل بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أهم شيء أنك ما تبادر بأعمال جديدة وما تراكم الأعمال برضو بدك تنتبه على صحتك من بعض التقلبات واهتم بزملائك بالعمل بدون ما تثير أي مشكلة أو انتقاد أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي برضو نفس الشيء احذروا من الخلافات المفاجئة أو سوء تفاهم أو حدث معين بصير ما بينك وبين الشريك أو مع الشريك نفسه بلفت انتباهك أو قلقك أو يعني ممكن انك تخاف منه يعني ممكن صحته ممكن حدث بصير معاه فهذا الاشي بيجي بشكل مفاجئ ممكن انك يسبب لك نوع من أنواع التوتر برضو ابعد عن الخلافات والنقاشات مهما كانت الظروف بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة الأجواء الروتينية فممكن تهتم بالقروض والديون بشكل روتيني ممكن تحقق بعض المكاسب أو تهتم بأمور لها علاقة ببنك ضريبة تأمين سداد فواتير مصاريف استشفائية علاجية شغلات مثل هيك ممكن تهتم فيها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع ممكن يتعطى المسألة لها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو يجي خبر من خارج البلاد شوي يكون مقلق اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وخصوصا طلاب الجامعات يعني ما تعتمدوا على الحضوض أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة برضو نفس الشيء بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا بنقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك بشكل قوي ممكن أنك أنت تعزز من علاقاتك أو طبيعة تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أو تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أهم شيء أنك أنت ما تبالغ بملذ ذاتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية ممكن اليوم سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو ينفتح موضوع نقاش أو موضوع كان سبب خلاف معين أهم شيء أنك أنت يعني مش شيء غلط أنك تتراجع عن قرار سابق أو تصرف سابق أو تعترف بخطاك العنادة هي مشكلة بحد ذاتها فعشان هيك حاول أنك أنت ما تتخذ أي قرارات على أساس أنه ما تتسجل عليك لأنه الفترة هاي زي ما حكينا هي فترة ضاغطة ومش لمصلحتك أما بالنسبة لبيت المتاعب والقمر موجود في بيت المتاعب فممكن تتراجع صحتكم أو ينتابكم شعور بالتعب والملل حاولوا أنك تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل ما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحادر من البلبلة والالتباسات يومين القمر بيصير موجود عندك بعدها تقدر تعمل اللي بدك إياه والحظ بيكون حليف لا إلك برج القوس طبعا اليوم الأجواء بتركز على العنصر الإجتماعي أو العلاقات الإجتماعية أو على المعارف على الأصدقاء كل التركيز أو أغلب التركيز رح يكون على هاي المسائل طاقتك جيدة حاول تستغل اليوم هاد إنجاز كل إشي ضروري لأنه بالفترة القادمة القمر رح ينتقل ويوصل للعقرب فبيت متاعبك رح يعطل عليك بعض المسائل فإنجز الأشياء الضرورية قبل ما يوصل القمر لبيت المتاعب بالنسبة للبيت الثاني الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالمال في بعض المصاريف اللي ممكن يعني تكون مش غلي فكرك كترتيبات مصاريف دفعات مالية فواتير ممكن مصاريف حتى بيتية أو استشفائية بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات الحوارات التناقلات سرعة البديهة عندك جيدة جدا اليوم عندك قدرة على الإقناع رح تنشط بشكل كبير بالحركة وخصوصا موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية هدولة أكثر ناس رح يتحركوا ورح يطلقوا اتصالات أو يجروا اتصالات خلال هذا اليوم يعني حاولوا تستغلوها بشكل إيجابي وفيه منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بسيارات أو التليفونات أو الأجهزة الإلكترونية أو التعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع هنا شوي بتكون ديروا بالك والأجواء إيجابي ما فيه مشاكل على مستوى البيت ولكن فيه ضغط عائلي معين أو موضوع مربك العلاقة في البيت هو اللي بحيرك أو بلفت انتباهك أو بشغلك خلال هذا اليوم حاول قدر الإمكان إنك ما تعمل مشاكل وما تهمل واجباتك العائلية أو المنزلية ممكن تحمل فترة هاي قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة على المستوى العاطفي وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب وممكن اليوم تهتم بأحد الأبناء أو حتى بالحبيب كخروجة أو لقاء أو يعني الحظ يساعدك في مسألة معينة بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على العمل بتركز على الصحة فعشان هيك يحاول إنك ما تهمل صحتك ما تهمل أعمالك ممكن تظهر بعض الأشياء المفاجئة اللي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك على مستويا يا عمل يا صحة فعشان هيك بدك تكون حذر من المسألتين هذولا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالشراكة شراكة مالية شراكة عاطفية وعلاقتكم بالأزواج تحديدا أو بخطيب ولكن مكتوب كتب الكتاب ما بينكم اللي عند مأدون فعشان هيك بتكون تنتبهوا من هاي النقطة من أي خلاف جدال حوار سوء تفاهم قدر الإمكان ضبط الأعصاب مطلوب بالفترة هاي حاول إنك أنت يعني ما تفاقم الأمور أو ما تدخل بنقاشات ممكن تأدي لمشكلة بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة زي فوتير دفعات مأتراك ومات مالية تهتم بعقود بأمر بنك أمر أنه أنت ما يخذوا فلوس بتحاول تسكرها أو التزامات أو شغلات من هذا القبيل ممكن تهتم فيها أو موضوع إرث أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالسفر أو الدراسة الجامعية أو العلاقة مع الأجانب أو القضايا القضائية كلها أجواء إيجابية ودعمتك بقوة خلال هذا اليوم حاول إنك تستثمرها بالنسبة للبيت العاشر ما يعني هنا يجين على بيت السمعة الوضع مش جيد فعشان هيك منقول لك دير بالك من إنك تجازف أو تشوه السمعتك أو إنك تغامر أو تدخل بأي خلاف أو نقاش أو حوار ممكن إنه يسبب لك خلاف ما بينك وبين معارفك أو زملائك أو رؤسائك بالعمل يعني بيت السمعة تحديدا أي شيء بتعلق بالسمعة بدك تنتبه منه اليوم بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات الاجتماعية اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتسعده من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة بادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك ممكن تجد حليف بيدعم تصوراتك أهم شيء إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو بتسبب نوع من أنواع الضغط لأن القمر صار يتجه فتأثيراته بلشت يعني شوي هيك بتحسوا فيها بتكون تنتبهوا لأمور إلها علاقة بتراكم الأعمال أو إهمال بعض الأعمال أو تراجع بأمور الصحة أو قلق صحي لأحد الأحبة أو وسواس يعني توسوسوا من أمور صحية بتكون تنتبهوا من هاي الأمور كلها باقي الأمور إن شاء الله إنها خير برج الجديد طبعا القمر موجود بزاوية تربيع معاكم فعشان هيك بتركز اليوم كله على العمل تحديدا على الأمور العملية أكثر من إنها أمور فكرية أو أمور عاطفية فعشان هيك بتحاولوا تركزوا على الأمور هاي أكثر خلال هذا اليوم عشان أنتوا تستفيدوا بالنسبة لبيتك الأول زي ما حكينا طاقتك موجودة بس للعمل بيتك الثاني بيركز على الأمور المالية اليوم عندك اهتمامات إما بعمل إضافي أو مستردات هبات دعم محاسبة بتحاول ترتب وضع مالي معين اليوم نشاط عالي جدا على الأمور المالية وهذا بعزز كثير من المسائل وبرضو ممكن أن تحصل على أرباح أو مستحقات لإلك تحصل عليها بالنسبة للبيت الثالث الأجواء هنا بتضغطك بشكل سلبي بتخلي عندك عصبية أو حدية أو بتكثر عندك الاتصالات ولكن اتصالاتك هاي بتكون بسبب خلاف أو مشكلة أو للتحاور أو للتشاور في مسألة ما إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تدرس وتستعد بشكل جيد اليوم ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار وبرضو بدك تنتبه على سيارتك أو على أجهزتك الإلكترونية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت اهتمام عائلي في مسألة إلها علاقة بالعائلة أو أحد أفراد العائلة أو مسألة بتتعلق بالبيت أو بالأمور العقارية ممكن تهتم بتصليحات ترميمات أو مشتريات أو بعض الأمور الخاصة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي بتحمل نوع من أنواع الاستفزاز أو الشك أو حتى العصبية في بعض الأوقات عشان تضبطوا عصابكم أثناء تعاملكم مع الأحبة أو مع أبنائكم أو أحد المقربين لإلكم حاول إنك ما تجازف اليوم بملد ذاتك حاول تكون منطقي وعملي أكثر من إنك عاطفي أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة في الاتصالات إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالصحة إلها أجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية إلك أو لا أحد الأحبة أو مراسلات مثلا أو زيارة استشفائية للطبيب أو لمستشفى أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء على مستوى الشراكة المالية والعاطفية يعني ما بين الشركاء اللي هم الأزواج تقريبا الأجواء ممكن تحمل نقاش أو حوار أو قلق على الشريك أو على أقارب الشريك فعشان هيكل فترة هاي يعني حاول قدر الإمكان إنك ما تدخل بأي مشاحنات وما في داعي للوسواس والقلق بشكل كبير أو مبالغ فيه أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة بترتيب حسابات أو دفعات أو التزامات أو قروض أو ديون أو ضريبة تأمين عقود أموال الزوج كلها هاي أجواء إيجابية حتى على مستوى المواريث أو الميراث برضو أمور يعني جيدة إنك أنت تحاول تستفهم عنها أو إذا عندك قضية حاب ترفعها في هذا المجال اليوم مناسب بالنسبة لبيتك التاسع طبعا الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة الأجواء ممكن تحمل بعض التعطيل أو القلق أو حتى بعض الحوارات أو الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الاتصالات البعيدة ممكن تدخل في مواضيع نقاشية أو نقاش بفلسفة دين حاول أنك ما تحتد إذا عندك امتحان أو مقابلة جامعية بدك تدرس ما تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا اليوم جيد للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله بينتبه لكم اليوم المسؤولون بيقدروا جهودكم تتسلط عليكم الأضواء ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك بل قم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر في بعض الأوقات أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء صحيح أنه ممكن تستأمن تصرف صديق أو تكتشف شيء بتعلق بأحد الأصدقاء يوترك أو يسبب لك خلاف الأجواء إجمالا تخليك تنشط اجتماعيا ولكن برضو في جانب من الأصدقاء ممكن هم اللي يوترك فعشان هيك حاول أنك ما تدخل بمواجهات أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب الأجواء تقريبا جيدة خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تنجز أعمالك وتنتبه لصحتك ولأدويتك وأمورك الاستشفائية ممكن اليوم بس يحمل لك قلق على صحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لإلك أو تقوم بزيارة مريض أو الإتمئنان على مريض أكثر أهم شيء أنك تراقب غذائك وأدويتك وهذا أهم شيء برج الدلو طبعا يعتبر اليوم من الأيام المميزة اليوم في زوايا تثليث كبيرة كلها بتيجي من برجك وخصوصا موليد العشرية الأولى موليد العشرية الثانية هدولا أكثر الأشخاص اللي رح يستفيدوا من هاي الزوايا اللي رح تشحنهم بطاقة إيجابية ورغبة بالتحرك وبرضو رح تمنحهم نوع من أنواع الحضوض ورح يكونوا مرغوبين للجنس الآخر أكثر بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي مش جيد كثير يعني في بعض المصاريف أو الالتزامات في منك رح يحصل بعض المكاسب أو يهتم ببعض الشؤون المالية ولكن الأعباء أو التكاليف أو المصاريف أو الفواتير أكثر فعشان هيك بتطلب منك تنظيم شؤونكم المالية بشكل جيد وابتعدوا عن المصاريف لزيادة حاولوا ما تغامروا بأموالكم أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات وعندكم قدرة على الإقناع أهم إشي أنك تضبطوا عصابكم من العصبية وردات الفعل ما تغامروا أثناء تنقلاتكم وأثناء تعاملكم مع الإخوة والجيران أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء جيدة هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالبيت ولكن ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أو بعض التراكمات لبعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت أو العائلة أو صحة أحد أفراد العائلة تكون بدها اهتمام هاي الأمور بتكون تركزوا عليها برضو ونديروا بالكم من المفاجئات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي أجواء جيدة وهنا هاي بتعمل تقارب جيد وبرضو في نفس اللحظة بتعزز النقاط بقوة ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين أحد الأبناء وبتعطي اهتمامات قوية اليوم حتى على المستوى الفكري والمستوى الأدبي ممكن تهتموا بأحد الأبناء أو بأحد الأحبة صحياً أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل ممكن يتراكم عندكم بعض الأعمال أو حتى أنه يكون متطلبات العمل كثيرة أو مصريف عمل أو إشي إلوا علاقة بالصحة فبتكوا تهتموا بالمسألتين هدول لهم الصحة والعمل تهتموا فيها ما تهملوها عشان ما تتراكم عليكم الأمور ممكن صحة أحد الأحبة مش شرط إنها تكون صحة تكم أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى العلاقة ما بينك وبين الشريك الأمور جيد اليوم ولكن بدك تضبط عصابك من بعض الاستفزازات أو الكلمات أو الأسلوب فممكن أنت تتهرب من بعض الأمور أو الجاري لأجل إنك بدك تخلص بس من أمور الشريك والشريك هنا مقصود شريك المال أو شريك العاطف اللي هو الزوج أو الزوجة أو الخطيب اللي معقود العقد بينهم أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالقروض والديون وبعض الحسابات وأمور إلها علاقة بالبنك أو الضريبة أو التأمين أو حتى بالمواريث هاي الأشياء برضو اليوم ممكن تركز عليها أو المصاريف الاستشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرى على رفض أي شيء ما بيناسبك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة أو لمسألة بتتعلق بأمور السفر أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالسمعة فبنقول لك لا تجازف ولا تغامر ولا تتهور صحيح الحظ معك ولكن برضو ما شوه سمعتك أنت بأي تصرف أو تغامر مغامرة أو تخالف القوانين وتقول للحظ بساعدني عشان هيك بدك تكون حذر من أي أمور إلها علاقة بتشويه السمعة ما تتغيب عن عملك وما تدخل بأي مواجهة ما بينك وبين زملائك أو رأسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي اليوم ممكن يصير فيه تحالف ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو يدعمك أحد الأصدقاء في مسائل ما أو ينجز عنك بعض الأعمال فيه برضو بعض الاهتمامات راح تكون ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو حتى أنك من خلال بعض الأصدقاء ممكن تحل مسائل صعبة أما بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء هنا بتضغط شكل بسيط وخصوصا عن موليد العشرية الأولى والثانية بدهم ينتبهوا على صحتهم على غذائهم على راحتهم على علاجاتهم وبرضو في نفس اللحظة بدهم يهتموا ممكن أو تحمل اهتمام بصحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا القمر اليوم تحرك من مقابلكم صار في البيت الثامن يعني لسه مقابلكم ولكن أبعد شوي فعشان هيك اليوم الاهتمام كله راح يكون على الأمور المالية في فرص مالية أو حلول مالية اليوم راح تهتموا فيها بشكل كبير فعشان هيك تحاولوا أن تركزوا عليها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء هنا زي ما حكينا على الأمور المالية اليوم ممكن تهتم ببعض الدفع أو المصاريف بشكل جيد ممكن تحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات أو ممكن بعض الأرباح بتيجي من عمل إضافي مستردات، هبات، نوع من أنواع الدعم أو بتحل مسألة مالية الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء مش جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات عشان هيك بدك تكون حذر إذا كان عندك تنقلات أو سفر أو أي مواضيع تطلب الحركة من عندك بدك تكون حذر فيها إذا عندك مقابلة أو امتحان مدرسي بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أثناء تعاملك مع الإخوة والجيران تضبط أعصابك ما توجه أي انتقاد أو لوم ممكن تظهر بعض التنقلات المفاجئة لإلك منها ممكن يكون إيجابي أو سلبي أو اتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء هنا تدعمك بشكل قوي على مستوى البيت والعائلة وممكن تفتح لك مجالات جيدة وممكن أنها تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بشكل ممتاز ممكن تنجز أعمال منزلية أو يصير في فرحة أو خبر بتعلق بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالحبيب أو بالأحبة أو بالعواطف دير بالك اليوم بدك تمسك أعصابك ما في داعي للشكوك ولا للكلام الجارح ولا للاستفزاز ولا تلوم الأحبة ولا الأبناء على شيء يعني حاول أنك تمشي الأمور بشكل روتيني وابعد عن المشاكل عشان ما يصير خلاف كبير وتصير مشكلة ما بينكم ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل ومستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يبادر أحد الزملاء بمساعدتك في عمل معين أو ممكن اليوم أنت تهتم ببعض الشؤون الصحية زي مراجعات صحية أو زي الاهتمام بالأدوية أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم برضو بتحمل قلق وتوتر على الشريك ممكن تقلق عليه ممكن خلاف معاه ممكن سوء تفاهم ولكن الوضع متوتر والشريك وانا شريك المال شريك العاطفي شريك العاطفي اللي هم الأزواج أو الخطيب اللي بينك وبينه عقد عشان هيك بدك تنتبه ما في داعي للمشاحنات ولا لسوء التفاهم ولا لتكبير الخلافات ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكي أو تعويض ولكن لا تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء على مستوى أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أجانب أو أمور إلها علاقة بالامتحانات الجامعية بتكونوا حذرين ما تعتمدوا على الحظ نهائيا في كل ما ذكرت من هاي الأمور اللي بتتعلق في البيت التاسع لأنه الحظ ما بدعمك فيها وممكن يجيك خبر من بعيد شوي يستفزك ممكن يتعطل السفر ممكن تنسى أوراق لإلك ممكن إشيلوا علاقة بالقانون يعني يبدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة عشان هيك على مستوى بيت السمعة الآن في طاقة كبيرة موجودة ممكن تستغل أحد المعارف أو واسطة معينة أو رجال دولي مثلا أو رجل في منصب أو رئيسك في عملك كلها أجواء إيجابية وبتدعمك بقوة اليوم حاول تستغلها لأنها راح تحقق ثمار أو تكون بذرة لإنجاز أمور أنت بتنتظرها أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء على مستوى العلاقات الاجتماعية تقريبا ممكن خيبات أمل ممكن استفزاز ممكن شوي تكشف لك بعض الأصدقاء أو المعارف هاي الأمور ممكن شوي تكون ضغطة عليك ممكن برضو أنك تستاء من تصرف بعض الأصدقاء أو خذلانك في بعض المواقف الموليد العشرية الثالثة هم اللي ممكن أنهم يتعرفوا على أصدقاء جدد أو يدعموهم الأصدقاء بشكل مفاجئ وخصوصا على أمور إلها علاقة بتنقلاتهم واتصالاتهم وامتحاناتهم ومؤتمراتهم ولكن عشرية أولى ثانية بدهم ينتبهوا لأي خلاف مع الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء اليوم أخف حدية فعشان هيك أنت آمن ما في حد بقدر يتآمر عليك اليوم اليوم تتكشف لك كثير من الأمور اليوم يعني مناسب جدا لتكشف أمور كانت مخفية عنك فعشان هيك رح يعني رح تنبسط اليوم من بعض النتائج رغم أنه ممكن منها يكون قاسي عليك أو يعني يصدمك ولكنه برضو رح يكون لمصلحتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر